اشتركوا في القناة بسيطة موجودة في كل بيت ديه البصلتين كبار مقطعين مكعبات فلفل الفلفل ده على فكرة كله فلفل بلدي بس انا وانا بشتريه بنقي الاحمر او اللونه بورتقاني شوية وشوية من اللونه مصفر مخضر وبحتاج كمية من اللمون عشان السيفود بيحتاج لمون وبحتاج حبتين طماطم بقطعهم صغير جدا بحجم الطماطمية دي دول خمس فصوص من التوم بقطعهم صغير جدا مش بهرسهم خمس فصوص كبار كده والمفروض ان انا يكون عندي كرفس اخضر بس بما انه ما عنديش اخضر انا عندي كرفس مجففة هاخد منه معلقة صغيرة مليانة وبابريكا وده ملح وفلفل اسود اول حاجة انا شارية الطباق اللي هي شربة السيفود الجهزة اللي هي بتاعت وزارة الزراعة دي سعرها يعتبر مناسب جدا ويبقى فيها كل المكونات واهم حاجة كابوريا الكابوريا دي اكتر حاجة بتدي طعم رائع لشربة السيفود وطبعا فيها محار زي ما انتو شايفين انا بختار المحار المفتوح بس لو في واحدة مقفولة برميع لانها بتبقى معبية رمل بيبقى فيها شرايح سمك وفيها اصابع كابوريا انا بس عشان غسلتها فراحت للأسف اللون البورتغاني اللي بيقى عليها وده صبيت او كلماري شرايح بتبقى خلطة يعني من حاجات كتير وطبعا فيها جنبري بفصلهم كل حاجة لوحدة السمك لوحده ده هحطه اخر حاجة الكلماري لوحده اصابع كابوريا دي ممكن تقطعوها بالحجم اللي انتو عايزين يعني انا هقطعها حيطة صغيرة ودي المحار اللي كان موجود في الطبقين انا جبت طبقين لان احنا اسرة كبيرة شوية والجنبري يعني حجمه معقول صحيح كميته قليلة بس احسن من ما فيش بنجيب حلة بنحط فيها شوية زيت نباتي وهنبتدي باذن الله بالكابوريا الكابوريا هي لونها غامق دلوقتي بنحطها على النار ونقلبها لحد ما يبقى لونها بورتقاني زي ما انتو شايفين بعد كده بنشيلها من الزيت بحط بعد كده الجنبري برضو بقلبه تقلبتين لحد ما يبقى لونه بورتقاني فاتح ويلف كده زي ما انتو شايفين يعني انا مش بسويه دلوقتي بحط المحار برضو بقلبه تقلبتين تقريبا تلت دقايق كل حاجة تلت دقايق كده وبشيلهم كلهم وبركنهم في بولا لحد ما اجهز باقي مكونات الشربة بادلق الزيت التاني اللي عملت فيه اللي حمرت فيه لانه بيبقى فيه زفارة بنزل زيت جديد وبحط البصل والتوم وبقلبهم كده تقليبة ومعاهم الفلفل الحامي والبارد اللي احنا عاملين كله بيتقلب على النار مع بعضه وبعدين بحط التماطم المقطعة وبقلبها برضو على النار تقليبة بسيطة بحط بعد كده لترين من المية يعني الازازة دي لتر ونص وحزود كمان نص لتر برفعها على النار وقلبها لحد ما تغلي بعد كده ياما اسيبها قطع كده زي ما هي او اضربها شوية بالخلاط اليدوي وبضف لها لبن ممكن اضيف كبايتين من اللبن الحليل كامل الدسم وبغليه على النار وبعدين بحط الحاجات الصلبة اللي انا عملتها في الزيت وبنزل عليها السبيت او الكلماري وارفعها على النار لمدة دقيقتين بالزبط بعد دقيقتين كل حاجة بتكون تقريبا استوت بضيف التوابل والكرفس وبضيف لمون ده عصير تلت لمونات كبار وبحط بقى السمك دي اخر حاجة لان السمك ما بيخدش وقت ابدا في السوا والكابورية اصلا هي مستوية وبكده بقى عندي اطعم شربة سيفود زي اللي بتتقدم في المطاعمة كبيرة بالزبط جربوها وباذن الله هتعجبكم على فكرة الصورة دي انا جبتها من عن نت لان اللقطة اللي هي بتاعت الشربة وانا بصبها في البولة للأسف يعني ضاعت مني فانا جبت الصورة دي من عن نت انا اسفة جدا ولو عجبتكم الوصفة بتاعت النهاردة ما تنسوش اعمل وشير للفيديو ولايك واشتركوا في قناتي لو كنتم مشتركتوش فيها ولو ليكم اي طلبات او تعليقات ياريت تكتبو لي في التعليقات تحت الفيديو واشوفكم في وصفة جديدة باي اشتركوا في القناة